اليوم إحنا إيسا موجودين في برنامجنا لنكرم الفنانين والقامات الفنية الأردنية اللي إحنا بنفتخر فيها بما قدمت من أعمال ومحتوى فني أردني مميز وأصيل واليوم هاي الحلقة هذه تكريم للفنان الراحل واللي إحنا بنعتبره جزء مننا لا يتجزأ الفنان متعب الصقار هو رفيق وهو أخ وهو صديق وتعلمنا من مدرسته الفنية والموروث الفني على مرور أعوام وسنوات بما قدم من تميز وأبداعه وأنا كان لي الشرف الكبير أني كنت أنا عازف عود وراء الفنان متعب يعني تعلمت منه الكثير المحبة التواضع الإنسانية متعب كل إنسان يعني كان قريب من شخصه تعلم منه شغلات كثيرة هو الإنسان المسامح المتواضع المحبة الضحك الابتسامة فاليوم إحنا هذه الحلقة هي تكريم للفنان متعب الصقار ولإحياء هذا الموروث العميق اللي قدمه على مرور أعوام وسنوات حتى يتناقلوا الأجيال الموجودة حاليا أمثالك وأمثال الفنانين اللي راح يكونوا موجودين معنا رامي الخالد وصالح الكرازنة أهلا وسهلا فيك واليوم إحنا سهرتنا يعني اليوم منوري بوجودك الله يخليك ساعد تسلم شكراً عيسى شو بيخطر على بالك لما نذكر راح المتعب الصقار؟ أول ما بخطر إنه فنان تعلمنا منه كل إشي يعني حاولنا قدر نستطيع نكسب من خبرته خلال وجوده بالدنيا يعني نعم هو الله يرحمه وهالبحة اللي كانت متميزة في صوته؟ أكيد يعني يعني كنا نحاول لقدر الإمكان نكون قريبين منه أكثر الوقت حتى نظل نتعلم منه لأنه بصراحة كان يعني هو إنسان نادر حتى بطبيعة شغله كان كثير مصر دائماً وأبداً أنا بدي تسمح لي يا عيسى أحكي لك أنه قدي يعني ترك أثر بكل واحد فينا يمكن كل واحد فينا نحن كفنانين أستاذ متعب ترك فينا بصمة كثير حلوة أنا بالنسبة لإلي أكتر شي تواضعه الفنان إنسان طح بالنهاية الإنسان لما بتدعيش بإنسانيته بدي يخدم نفسه عشان يقدر يوصل كل إحساسه للناس ويترك الأثر الطيب والفنان متعب أخي إيسى كان جداً يعني بحب فنه أكيد